بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه درسنا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى عنوانه أسس بناء المجتمع الإسلامي وعناية الإسلام بها ومن المعلوم أن أي مجتمع باعتباره كيانا قائما بذاته لا بد له من أسس يبنى عليها وهذه الأسس في الغالب تكون مشتركة بين المجتمعات الإسلامية والمجتمعات غير الإسلامية لكن المجتمع الإسلامي تميز عن غيره بأنه جعل العقيدة بكل مظاهرها والشريعة بكل أحكامها الأساس الأكبر الذي تبنى عليه الأسس الأخرى فلا قيمة لأي مجتمع ولا لأي أساس لا تكون العقيدة والشريعة مهيمنة عليه متمثلة فيه قائمة عليه ومن هنا كانت تميز للمجتمع الإسلامي وكانت الآثار الإيجابية المترتبة على هذا الأساس أما الأساس الثاني فهو الإنسان وللإنسان في الإسلام اهتمام كبير فقد اهتم الإسلام بالإنسان بغية تهيئته ليكون الأساس الأول بعد العقيدة الإسلامية في بناء المجتمع وهذه العناية الإلهية والإهتمام الكبير بدأ حين خلق الله جل وعلا الإنسان بيديه ونفخ فيه من روحه ومنحه العقل والحواس ثم استخلفه في الأرض وخصه بهدايات وتشريعات وأحكام جعلته بحق مخلوقا متميزا وأهلا للقيام بواجباته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه باعتباره اللبنة الأولى في الأسرة تلك الأسرة التي تؤلف مع مثيلاتها المجتمع الإسلامي فالإنسان في المجتمع المسلم كرامته مصونة وحقوقه محفوظة لا يصح التعدي عليه ما لم يرتكب أمرا يستحق عليه العقوبة قال الله جل في علاه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولقد قررت الشريعة الإسلامية مبدأا من المبادئ التي طالما نادى بها أدعياء الحضارة اليوم وهو مبدأ المساواة وإزالة التمييز العنصري وذلك حينما أكدت النصوص الشرعية على وحدة الأصل في مواطن كثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة كما أكدت النصوص الشرعية على وحدة العقيدة فالله تعالى خلق الإنسان لعبادته وحده لا شريك له وحين يلتزم الفرد في المجتمع المسلم بما أمر به قولا وعملا فإنه بذلك يكون قد أسلم وجهه لله جل وعلا وعليه فلن يفعل إلا ما دله الشرع عليه وهو الخير وسيجتنب ما نهاه الشرع هو الشرع عنه وهو الشر وهذا يعني أن كل أفراد المجتمع يعتنقون عقيدة واحدة ويؤمنون برب واحد ويدينون دينا واحدا وهو الدين الإسلامي الذي يرسخ مبادئ العطف والتراحم والتعاون والمساواة والتآخي التي هي قوام المجتمعات أيضا أكدت النصوص الشرعية على وحده التكليف والجزاء فحينما نمعن النظر في الأوامر والنواهي والتكاليف الشرعية نجدها تتوجه إلى جميع أفراد المجتمع المسلم دون استثناء فالخطاب في أوامر الشرع ونواهيه يتوجه للرجال والنساء والقضاء والحكام والرؤساء والمرؤوسين لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أحمر ولا أسود ولا عائلة ولا قبيلة ولا إقليم أيضا فيما يتعلق بالجزاء فإنه يكون على قدر العمل ولذلك يقول الباري جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وأيضا فإن الكل في المجتمع المسلم مؤاخذ بجريرته ولا يتحملها غيره عنه يقول الله جل وعلا ولا تزير وازرة وزر أخرى أيضا كل من ارتكب جرما أو إثما فإنه لا يستثنى من العقاب كائنا من كان وهذا ما قرره رسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله أيها الناس إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أما الأساس الثالث من أسس بناء المجتمع الإسلامي فهو الروابط الاجتماعية والله جل وعلا فطر الإنسان على حب الانتماء إلى المجتمع فهو يكره العزلة ويميل بطبعه إلى بني جنسه وهذه الروابط منها ما هو فطري كالقرابة ومنها ما هو مكتسب كالجوار والصداقة لكن الرابطة العظمى والعروة الوثقى هي العقيدة وما يفيض عنها من تشريعات وأحكام وفي ضوء هذه المفاهيم للروابط الاجتماعية تكون الروابط الاجتماعية واحدة من أهم الأسس التي يبنى عليها المجتمع الإسلامي أما الأساس الرابع فهو الضبط الاجتماعي ولا يخفى أن حاجة المجتمع ماسة لوجود ضوابط وأنظمة تطلق نشاط الأفراد في مجالات معينة وتحبس نشاطهم في مجالات أخرى ومن خلال التأمل في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية نجد أن للإسلام منهجا فريدا في هذا المجال فلقد أوجدت النصوص الشرعية رقابة ذاتية لدى الإنسان المسلم وفي نفس الوقت كانت حافزا داخليا يحمله على التفاعل الإيجابي مع أبناء مجتمعه وفي ضبط السلوكي وحفظ الأمن الاجتماعي أوجدت الشريعة الإسلامية أحكام وتشريعات يحتكم إليها أفراد المجتمع ونظمت أو نظم الإسلام العلاقة بين أفراد المجتمع المسلم وأوجد نظما تنظم أمور المعاملات ليقف كل فرد على ما له وما عليه ومع هذا كله فقد دعت الحاجة إلى وجود بعض الروادع التي تمثلت في تشريعات تتعلق بالعقوبات والحدود بأنواعها حماية للأفراد من شرور أنفسهم وصيانة لأمن المجتمعات أما الأساس الخامس فهو الأرض فالأرض واحدة من الأسس التي يبنى عليها المجتمع الإسلامي لأن الله تعالى حينما أنزل الإسلام بأحكامه وتشريعاته أنزله ليحكم في الأرض ويطبق في الواقع ويمتثله الناس في شؤون حياتهم ولقد تضمنت شيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه الكرام دلالات كبيرة على تأييد هذا الأمر فقد بحث النبي صلى الله عليه وسلم منذ وقت مبكر عن أرض يقيم بها هو وأصحابه لينشئ مجتمعا خاصا فكانت الهجرة إلى المدينة النبوية من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي على الإطلاق لأنها هيأت الأرض ووفرت المناخ المناسب لإقامة مجتمع إسلامي مستقل ومتميز وهذا ما ذكره القرآن الكريم حيث ربط بين إقامة الأحكام الشرعية وبين التمكين في الأرض فقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم